هذا الشارع مشاهدين الكرام كان في يوم من الأيام يزدحم بالمارة بالمتسوقين فهنا سوق مخيم النصيرات المركزي قام الاحتلال الإسرائيلي بإحداث هذا الدمار الهائل في هذا السوق ضاربا البنية الاقتصادية لمخيم النصيرات ولهذا السوق بالتحديد هذا الدمار الهائل في هذه المنطقة يعكس الوجهة الصحيحة والحقيقية لاستهدافات الاحتلال الإسرائيلي الذي يروج للعالم أجمع بأنه يستهدف المقاومة وأسلحتها ولكن ما لاحظناه في هذا المكان أن الاستهداف لكل ما هو فلسطيني استهدف المنازل استهدف المساجد استهدف المستشفيات واستهدف الكنائس وغيرها من الأماكن كل الأهداف الإسرائيلية باتت واضحة الاستهداف لكل ما هو فلسطيني وهذا هو أكبر دليل بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلال هذه الاستهدافات أن يوجع كل ما هو فلسطيني حتى هذه اللحظة نتحدث عن بنك أهداف خالي من الأثمان العسكرية ولكنه مليء بأرواح المواطنين لا سيما الأطفال والنساء هذا السوق يعتبر عصبا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني الوطني بشكل عام وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بشكل خاص محمد أبرموسالغاد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر